بالنسبة للأستاذ أيمن زكاة الفطر طلحها فلوس من كم يوم وبعدين سمع إنها ما تنفعش فلوس مشكلة كل سنة وده الأدلة كتير جدا على جواز إخراج زكاة الفطر من غير إنها ما تكون بالقيمة في أدلة كتير جدا يضيق المقام لكن في يوم إن شاء الله نفصل حتى ولو كان بعد العيد زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أساسها طهرة للصائم من اللغوي والرفس الكلام اللي قاله مش مظبوط خدش صيامه بكلام ما يصحش عمل مواقف ما تصحش طهرة للصائم وطعمة للفقراء وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم نحن نكف الفقير عن إنه يلف في يوم العيد والبهجة بعد إتمام العبادة والفرحة بيها إنه يدور على البيوت يسأل الطعام أو الشراب أو الكساء أو أي شيء وقلنا قبل كده يجوز بناء على الأدلة الشرعية إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان معانا هذا الأمر إلى قبيل العيد أو حتى مغرب يوم العيد على ما هو مفتبيه والمفت في ديارنا جواز إخراجها بالقيمة بناء على مذهب الأحناف مذهب من ضمن الأربع مذاهب الكبرى للمسلمين وقلنا قبل كده الإمام أبو حنيفة يعني له باع كبير في مسائل المعاملات وبالذات النواحي المالية لكونه تاجرا فقيها فبتطور الزمن وهو يعلم إنه ما ينفع الفقير في زمن النبوة وقد لا ينفعه في الأزمان التالية فأفتى بما فيه ساعة للناس وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاد نفس القصة إلى اليمن وبقى كان هناك أصناف وأبدالها بأصناف أخرى ما فيش مشكلة حتى فيه زكاة القبل والبقر والغنب مش بتبقى من ذاتها عندنا أدلة كتير على ذلك ما نعودش نمسك في حاجة وبعدين نقول ياريت مثلا أقول أنا باقتنع برأي الجمهور وأخالف الأحناف لا ده بيشككوا الناس حينما يقلدون مذهب الأحناف ويشككوا في الناس حين تقليدهم لما هو مفتى به والفتوى اختيارها قائم على مذهب الأحناف إن القيمة المالية لإنها في زماننا أنفع للفقير حدي الناس النهاردة حبوا أمحوا زبيبوا حدي للناس كده أنت لو روحت الفقير كده وقت مش هيقبل منك إحنا بنقول المفتى به المقدار خمسة كما هو مفتى به خمسة وثلاثين جنيه كحد أدنى والله نعيز أطلع عن الفرد ألف جنيه إن شاء الله مئة ألف جنيه برحتك كما تشاء لكن ده الحد الأدنى هذا هو الحد الأدنى يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر كما أفتى بذلك السادة الأحناف ولهم أدلة عظيمة وقوية في هذا الباب وحلت إشكاليات كبيرة جدا لإنه ما يحتاجه الفقير في زماننا النهاردة ممكن واحد يكون محتاج دواء واحد محتاج كساء واحد محتاج إيجار حيث أي شيء فهذا الذي هذا الاختيار الفقهي فيه نظر لواقع حياة الناس الأسف بيصمم هؤلاء القليل الخبرة في العلم ما عندهمش علم بل جهلة إنه يصمم على رأي ويستنكر لباقي الآراء فيه عندك في المسألة أكتر من رأي لماذا تحجر على الناس برأي واحد ونعسف على الناس وتشكك الناس فيما يصنعون وما يقومون به ترجمة نانسي قنقر